بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من السور التي أحبها أنا يعني سورة ياسين سورة عظيمة جدا يعني هي قلب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء قلب وياسين قلب القرآن الحقيقة هذه السورة لها أسرار كثيرة كثيرة جدا أكثر مما تتصورون ولم يتم البحث فيها حتى الآن للأسف من الناحية العلمية والرقمية إلا قليلا جدا حتى الناحية البلاغية لم تبحث حتى هذه الحروف المقطعة أو النورانية لم نكتشف أسرارها حتى الآن ولو أن هناك مقدمات للنظام أو بناء رقمي قرآني يقوم على الأعداد الأولية وهذه الحروف الأولية هي جزء من هذه المنظومة الرقمية المذهلة أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى وضع ترتيب هذه السورة 36 وعدد آياتها 83 عدد آياتها 83 آية طيب لماذا هذين الرقمين حقيقة يعني ربما لو جلسنا نفكر مئة سنة من دون أن ننتبه أن هناك نظاما رقميا في القرآن ربما لا نستطيع أن ندرك الحكمة يعني لماذا رتب الله هذه السورة بهذا الترتيب يعني ترتيب السورة 36 وعدد الآيات 83 هذين الرقمين ما هي الحكمة منهما هل هناك إعجاز طبعا أنا أعتقد جازما أن كل رقم كل حرف هذا الواو هنا أيها الأحبة له إعجاز هذا الرقم له إعجاز هذا الرقم له إعجاز حرف الهمزة هنا لها إعجاز كل حرف في القرآن وكل كلمة وكل رقم وكل شيء فيه إعجاز لماذا؟ لأنه كلام الله أحدنا أحبة في الله عندما يؤلف كتابا يضع كل إمكانياته في هذا الكتاب تصوروا أن الله بعظمته وجلاله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى يضع سورة أو ينزل سورة أو ينزل هذا القرآن ماذا تتوقعون أن يضع الله فيه؟ وهذا هنا أود أن أوجه رسالة لأولئك الذين لم يتذوقوا روعة الإعجاز في القرآن يقول لك القرآن كتاب هداية يا أخي هل كنت مع الله عز وجل استغفر الله هل كنت معه عندما أنزل القرآن؟ هل أخبرك بكل علومه عز وجل؟ الله يقول يا أخي انتبهوا معي أنزله بعلمه أنزله بعلمه أي أن علم الله موجود هنا طيب علم الله تقتصر أو يقتصر ألم الله على الهداية فقط طيب لو أخذنا بهذا الرأي طيب الهداية لها أسباب الهداية تتخذ أشكالا وأسبابا من أهم أسباب الهداية وجود نظام رقمي في القرآن هذا سبب من أسباب الهداية نخاطب به الغرب اليوم الذي لا يفقه إلى لغة الماديات والأرقام لذلك أحبة في الله رجاء لا تقزم وهذا لا يجوز في حق القرآن يعني إعجاز القرآن والعلوم الموجودة في القرآن أكبر من طاقتنا أيها الأحبة لكن الله يشهد بما أنزل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله الشهيدة فحجم الإعجاز والعلوم الموجودة في القرآن وأنا أنتقد هنا أوجه انتقادا حقيقة لكل من يقول القرآن ليس كتاب فيزياء يا أخي من أخبرك بذلك أنت كيف علمت أنه ليس كتاب فيزياء أو ليس كتابا في الطب أو في الرياضيات كيف علمت ذلك أنا أقول لك أنا كعبد فقير ولا أملك إلا القليل من العلم أنا الآن لو أردت أن أؤلف كتابا وأنا لدي كتب والحمد لله أنا عندما أجلس لأكتب مقالة على مستوى مقالة أبذل أقصى علم عندي أضعه في هذه المقالة من حيث اللغة والترتيب وسبك الكلمات وحجم المعلومات أحاول أن أضع أقصى شيء عندي وهذا طبعا ليس أنا يعني أي إنسان يفعل ذلك أي مؤلف يفعل ذلك طيب إله هذا الكون إله هذا الكون خالق هذه المجرات وخالق الذرات وخالق الكون إذا أراد أن ينزل كتابا ما هو حجم العلم الذي يضعه في هذا الكتاب أنا بالنسبة لي أتصور أن هناك علوم أكبر من الكون نفسي لأن الكون انظروا أحبتي في الله صححوا نظرتكم لكتاب الله الكون كله سيزول كلام الله لا يزول إذن كلام الله أعظم من الكون الآن هناك مجلدات ملايين المجلدات في الرياضيات والطب والهندسة والفلك والقوانين الفيزيائية وغير ذلك كل هذا أيها الأحبة سيزول سيزول مع الكون ولكن هذا الكلام لا يزول لأنه كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هنا أيها الأحبة هذه السورة جعل الله عدد آياتها طبعا نحن نقول لكل سورة رقمان مميزان لكل سورة رقمين مميزين الأول هو عدد الآيات وعدد وترتيب الصورة أو الترتيب والآيات يعني كل سورة لها رقم ترتيب في المصحف وعدد آيات يعني هذين أهم رقمين يميزان أي سورة في القرآن ولا توجد يعني لا تشترك أي سورة في هذين العددين يعني كل سورة لها رقم ترتيب وعدد آيات قد نجد الصور لها آيات متشابهة ولكن الترتيب يكون مختلفا المهم أيها الأحبة لماذا عدد آيات هذه الصورة 36 عفوا آياتها 83 وترتيبها 36 طيب دعوني أنا أحبة في الله أتأمل معكم فقط هذه الحقيقة الرقمية الرائعة طبعا عدد حروف سورة ياسين حسب الرسم الأول هو كم أحباتي في الله هو 2988 حرفا حسب الرسم الأول يعني نقصد أن كلمة مثلا غافلون 1 2 3 4 5 لا نعد الضم أو الفتحة أو كذا مثلا كلمة القرآن الهمزة لا تعد لأنها لم تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الواو حرف الألف حرف اللام حرف القاف حرف الراء حرف الهمزة ليست حرفا في الرسم الأول ولكن في الرسم العثماني حرفا لأنها أضيفت فيما بعد الألف حرف النون حرف الحكيم 1 2 3 4 5 6 وهكذا قمنا بعد حروف هذه السورة فكان عدد الحروف شيء مذهل أيها الأحبة 2988 حرفا هذا العدد يساوي بالضبط رقم السورة في عدد آياتها يعني من لطائف القرآن إذا أحببت ألا تعتبر هذا إعجازا اعتبره من لطائف القرآن ولكن لا تنكره يعني الله عز وجل جعل عدد حرف هذه السورة حسب الرسم الأول 1988 يساوي 36 مضروبا في 83 العدد 36 هو عدد هو رقم سورة ياسين والعدد 83 عدد آيات سورة ياسين طيب أنا تسألت هنا هل هذه المصادفة بالله عليكم يعني هل يمكن للمصادفة أن تفعل ذلك طبعا لو لم يكن في القرآن إلا هذه الحقيقة يمكن لأي شخص أن يشكك فيها أما أن نجد عشرات الآلاف من الحقائق كلها تأتي متناسقة بهذا الشكل هذا يشهد على أن الله بالفعل أنزله بعلمه كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر